انطلاقاً من منهجية الشركة المجتمعية تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ دورات تدريبية لأفراد شرطة خدمة المجتمع في الكلية الملكية للشرطة بشركة مع برنامج معن لمكافحة العنف والإذمان وذلك ضمن استعدادات الوزارة مع بدء العام الدراسي 2017-2018 للمساهمة في عودة آمنة للطلبة إلى مدارسهم والقيام بمهمات التوعية والإرشاد للطلبة وحمايتهم من مخاطر العنف والإذمان وجميع العقبات السلبية قامت وزارة الداخلية من خلال الكلية الملكية للشرطة بإعداد شرطة خدمة المجتمع إعداداً تماً تغيّداً بدورهم الأمني بالغرب من المدارس الحكومية كافة والبالغ عددها أكثر من مائتي مدرسة موزعين على مختلف محافظات المملكة تقيم إدارات شرطة خدمة المجتمع دورة تثقيف تأهيلية لشرطة خدمة المجتمع بعنوان العودة المدارس البرنامج يحتوي على أربع فعاليات الفعالية الأولى هي الإسعافات الأولية تعليم شرطة المجتمع إجراءات الأولية في بحالة الإسعافات الأولية نقدر الله حدوث طار لأي طالب المحاضرة الثانية تكون عن إدارة السير التي تعقدها إدارة المرور بالتعاون مع إدارة المرور اليوم الثالث يكون عن الدفاع المدني إجراءات السلامة ونختتمه ببرنامج معاً التي هي كيفية التعامل مع الطلبة التي عبدت المدارس سلسلة من ورش العمل التوحوية والدورات المتنوعة والمكثفة تم عقدها بالشراكة مع إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور إضافة إلى إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية تأكيداً على الدور المهم الذي يقوم به أفراد شرطة خدمة المجتمع انطلاقاً من مهمة وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والنظام العام والسلامة وتنفيذ القانون نظمت رأسة أمن العام لشؤون المجتمع حملة العودة إلى المدارس وهذه الحملة هي عبارة عن توفير شرطي خدمة مجتمع في كل مدرسة في أول أسبوع من العام الدراسي عمل الشرطة بيكون حسب الدورة اللي بيأخذونها والدورة شغالة من تاريخ 28 لتاريخ 30 هذه الدورة بتغطي مع الجهات اللي تعاوننا معها طبعاً أوجه التعاون تكون من خلال مشاركة حراس الأمن بالتعاون مع شرطة المجتمع لتأثير حركة المرور أمام البوابات كذلك تأمين حركة المشاف بالقرب من المدارس وتأمين دخول الطلبة وذلك صباحاً ومع قرب انتهاء اليوم المدرسي طبعاً أوجه التعاون موجود خلال عام يبدأ من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الدراسي من خلال الزيارات الميدانية اللي تقوم بها إدارة الشرطة المجتمعية ومن خلال الاجتماعات اللي نتلقى معهم دائماً يكون هناك تركيز على سلامة الطلبة من حيث دخولهم وعبورهم الطرقات اللي في محيط المنشآت التعليمية ستسهم الخطط التي تم اعتمادها هذا العام في تعزيز مبدأ المسؤولية الأمنية بشكل كبير لدى أفراد المجتمع من خلال التواصل الفعال مع أفراد الشرطة ما يحكس رقية حسهم الأمني ومسؤولياتهم للوصول إلى مجتمع آمن وسليم ترجمة نانسي قنقر